التحالف الدولي الموجود بالعراق أنتم تصفونه أنه يعمل مع القوات العراقية ضد داعش ويقدم دعم لوجستيين واجتشاريين أنا أسألك هل التحالف الدولي الذين تتفاوضون لإخراجه يشكل تهديدا أمنيا على العراق وبالتالي استدعت الضرورة لإخراجه أم الحكومة وقعت تحت الضغط في هذا الموضوع أولا نحن نصفة يعني التحالف الدولي كان من دخول داعش من تشكيله بعد دخول داعش 2014 ولحد قبل سنة تقريبا هو كان في توافق في توافق مع القوى العراقية السياسية وحتى مع الفصائل المسلح بحيث كل حرب مع داعش اللي قام به الحشد الشعبي والفصائل المسلحة كانت هي في جزء من هذا الحشد الشعبي كانت التحالف الدولي يغطيها جويا يحميها جويا طائرات تغطيها جويا تغطيها جويا كاملة فكان تخادم بين الطرفين بين الفصائل المسلحة اللي هي اليوم تسمى فصائل المسلحة أو الحشد الشعبي وبين التحالف الدولي فكان التخادم موجود بين الطرفين والتوافق موجود بين الطرفين من 2003 إلى يمكن قبل سنة قبل سنة أكسر شكوك معينة أن التحالف الدولي قد يخرج عن التفويض اللي يفوض به والتفويض ما لكان محاربة الإرهاب اليوم الإرهاب انحصر وحتى البيان الحكومي دعا لذلك حتى البيان الحكومي وضح وحذر من أن التحالف الدولي يخرج عن المهمة الملقاة على آتقه والتفويض اللي يفوض به بمحاربة الإرهاب لذلك قبل أن يخرج بشكل كبير خلينا نتفاهم أنه هاي اليوم نحن ما نحتاجه منكم يمكن أن يكون عبر علاقات ثنائية مع دول التحالف الدولي كتحالف دولي في العراق ينتهي ويذهبوا إلى سوريا ما عدنا مانع أن تبقون في سوريا وهم أيضا وافقوا بالاجتماع أنه يتحولون إلى سوريا لملاحقة داعش هناك نعم لكن بعد أحداث غزة قالوا ما نقدر ننسحب وأكو صراع قوي مع الإرهاب لأنهم ما يعتبرون ما يحدث في غزة إنه إرهاب نحن ما يهمنا اليوم هو العراق ما ندعو إلى اليوم هو الحفاظ على العراق والنائب العراق من هذا الصراع الذي هو بين طرفين ليس عراقيين كما وصف البيان الحكومي الأمريكان أولا ليسوا طرف مباشر في الصراع في غزة هم فقط داعمين لإسرائيل لكنهم ليسوا طرف مباشر ثانيا أنهم ليسوا ضد كل الفلسطينيين بل هم عدهم علاقات قوية مع منظمة التحرير الفلسطينية نعم ويزوروها والتقوم بيها ويتفاوضون مع منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي معتبرها ممثل الشعب الفلسطيني في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة والعراق من ضمن الجامعة العربية المعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني فالأمريكان عدهم علاقة بمنظمة التحرير ويزورها ويتفاوضون معها ويسعون لبناء لإقامة حل الدولتين الدولة الفلسطينية مقابل الدولة الإسرائيلية أيضا الأمريكان عندهم علاقات قوية مع العراق والعراق احتاجهم فترة طويلة من 2014 لحد الآن وقتلك صار تخادم بالمواقف وكانوا غطاء جوي لكل صراعنا مع الإرهاب وكانوا مصدر معلومات لكل صراعنا مع الإرهاب إذن الأمريكان ليس من المعقول حاليا أن توجه البندقية لأمريكان تريد توجه البندقية لإسرائيل الأبواب مفتوحة والطريق مفتوح وهناك حدود مع الجولان هناك حزب الله في لبنان جاي قاتل ليلة نهار وبالإمكان دعم حزب الله هناك في لبنان وهناك طرق أخرى لمحاربة إسرائيل سأمت وجه البندقية لأمريكان بالوقت الحاضر في حين أنت تقدر تتفاهم مع الأمريكان بشكل سلمي وبشكل دبلوماسي أعتقد هذا هو اللي يخدم العراق وهذا هو اللي يفيد العراق بالوقت الحالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة